موسيقى بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأمر الرابع من الجهة السابعة الجهمي والمجسم هاليتفقان من الأسطورة الخامسة والثلاثين الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان والأمر الرابع يحمل عنوان الملك العادل الأيوبي أبو بكر أيوب الأيوبي وصلنا إلى المورد الخامس والثلاثين الكامل الجزء العاشر في صفحة ثلاثمائة وستة عشر ثم دخلت سنة خمسة عشرة وستمائة سنة ستمائة وخمسة عشر هجري ذكروا اتفاق بدر الدين مع الملك الأشرف قال صاحب الكامل في التاريخ أولا لما رأى بدر الدين لؤلؤ خروج القلاق عن يده واتفاق مظفر الدين وعماد الدين عليه لم ينفع معهم اللين ولم ينفع معهم اللين ولا الشدة لما رأى بأن القلاق اتخرجت عن يده ولم ينفع مع مظفر الدين وعماد الدين لا اللين ولا الشدة وأنهما لا يزالان يسعيان في أخذ بلاده ويتعرضان إلى أطرافها بالنهب والأذى ويتعرضان إلى أطرافها بالنهب والأذى أموال المسلمين بيوت المسلمين عيال المسلمين نساء المسلمين شيوخ المسلمين رجال المسلمين أملاك المسلمين يتعرض بعض الزنكيين والأيوبيين والعادلين والعادليين وأبناء العادل يتعرضون إليها بالسلبي والنهب والقتل والتهديم والتخريب وسفك الدماء وكما قلنا ونذكر بأنه كل هذا يرجع إلى أمة الضلالة إلى أمة المارقة إلى أمة القتل إلى المنهج التيمي ليس منهم ليس من القادة أنفسهم لا وإنما هذا من أمة الضلالة من من يوسوس لهم لا نريد أن نعفي هؤلاء من المسؤولية لكن نتحدث عن أصل التكفير وأصل التقتيل وأصل السلب والنهب المشرع لهذا من هو المنهج التيمي لا يوجد غير المنهج التيمي من يشرع للقتل وسفك الدماء يكمل ابن الأثير يقول أرسله يقول لما وجد لؤلاء الأمر على ما وصفه قبل قليل يقول أرسله إلى الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل وهو صاحب ديار الجزيرة كلها إلا القليل وصاحب خلاط وبلادها يطلب منه الموافقة والمعاضدة وانتمى إليه وصار في طاعته منخرطا في سلك موافقته فأجابه الأشرف بالقبول لذلك والفرح به والاستبشار وبذل له المساعدة والمعاضدة والمحاربة دونه واستعادت ما أخذ من القلاع التي كانت له وكان الملك الأشرف حينئذ بحلب نازلا بظاهرها فأرسل إلى مضفر الدين يقبح هذه الحالة ويقول له أن هذه القاعدة أي الاتفاق أن هذه القاعدة تقررت بين جميعنا بحضور رسلك وأننا نكون على الناكث إلى أن يرجع الحق ولابد من إعادة ما أخذ من بلد الموصل لندوم على اليمين التي استقرت بيننا فأنا امتنعته وأصررت على معاضدة زنكي ونصرته فأنا أجيء بنفسي وعساكري وأقصد بلادك وغيرها وأسترد ما أخذتموه وأعيده إلى أصحابه والمصلحة أنك توافق وتعود إلى الحق فلم تحصل الإجابة منه أي من مضفر الدين فلم تحصل الإجابة منه إلى شيء من ذلك وكان ناصر الدين محمود صاحب الحصن وآمد قد امتنع وكان ناصر الدين محمود صاحب الحصن وآمد قد امتنع عن موافقة الأشرف وقصد بعض بلاده ونهبها وقصد بعض بلاده ونهبها أنا عندما أكرر هذا وأركز على هذا وأفرز هذه المعاني حتى أبين لكم بأن هذه القضية هي القضية الشائعة هذا السلب والنهب والتكفير والتقتيل وسفك الدماء والسبايا والبيع والشراء بالإنسان بالمسلم وبفضلا عن غير المسلم هذا هو الشائع في البلاد الإسلامية عند حكام المسلمين عند أمت المسلمين هذا الشياء الشياء المتشرعة هذا الشياء عند المتشرعة هذا من أين أتى؟ من أمت الدواعش من الأم المارقة من النهج التيمي وابن تيمية وأمت ابن تيمية من أين أتى هذا الشياء؟ من أين حصل هذا الأمر؟ من أين صارت هذه القضية؟ قضية طبيعية قضية عادية قضية مجتمعية مشهورة بين المجتمع الآن لا نحتاج إلى رواية وصحة رواية وروات وسند أنا بعون الله تعالى أن أعطيكم الدليل بدون الحاجة للرجوع إلى الرجال وعلم الرجال وتدليسات التيمية في الرجال وعلم الرجال لا نريد هذا الأمر لا نريد أن نذهب بكم إلى متاهات لا يمكن الخروج منها مع وجود التدليس وأهل الكذب والافتراء من التيمية وأمة التيمية لا نحن نعطيكم ما شاع عند المسلمين ما انتشر بين المسلمين ما كان تصرفا اجتماعيا سائدا عند المسلمين وعند المجتمعات الإسلامية هذه الدولة المقدسة عند التيمية نحن نلزم هذا لا نتحدث عن النهج الآخر لا نتحدث عن نهج الصحابة لأن هذا الأمر غير مقبول عند نهج الصحابة هذا غير مقبول عند نهج أهل البيت سلام الله عليهم هذا غير مقبول عند نهج الخلفاء الراشدين هذا غير مقبول عند نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه نهج تيمي تكفيري ما رق بامتياز لاحظ عندما نتحدث عن السلب والنهب ونتحدث عن القتال بين المسلمين والتهديم والتخريب للمقدسات من أين أتى من النهج التيمي لا غير يقول وكذلك امتنع صاحب ماردين واتفق مع مظفر الدين فلما لا أرى الأشرف ذلك جهز عسكرا وسيره إلى نصيبين نجدة لبدر الدين لؤلؤ إن احتاج إليهم أقول هنا لا يوجد ذكر للملك السلطان صاحب الموصل من هو السبي واقتصر الكلام على ذكر لؤلؤ بدر الدين ترجمة نانسي قنقر